اكيد غادي نفعوك دهنيهم باش ما بغي تيكي حم كل شي في قصرية وخلطة وكتحصل على عجينة دير القريصات شهوة منها تحتفظي بيهم في المجميد كي يبقاوا رائعين بسم الله وعلى بركة الله الكمية اللي غادي نعطيكم كتخرج لنا 34 حبة بحجم ما شاء الله متوسط اخوات اللي بغاوا نصف الكيمية المكونات كلهم عملوا غير نصف ديالهم فاخذت كيلو ديال الدقيق دائما دقيق رطب نوعية ممتازة الخاصة بالحلويات باش كي جينا البريوش ديالنا او لا اي حاجة كي جيزوينا وضعت كأسين صغار من السكر ما يعدل 150 غرام ثلاثة معلقة ديال حاليب بودرة اللي كي يعطي واحد نتيجة زوينة في البريوش ديالنا حاليب بودرة كي يعطينا النتيجة بحلة كنعملو المحسين في القرص او لا في الخبز كي يعطي واحد نتيجة زوينة كس ديال الزيت القياس اللي كنعطيكم را كنعطيكم انا ياب بكس العنبوخة عبرت بكس صغير كنجيب القياس هو هدك ديال ديال القياسات كان عبر لكم بكس العنبو لانه ولي في اغلب المنازل جوج مع علاق من نافع وحبة حلواء ايليانسون والشمر جوج مع علاق ديال الزنجلان الحوبو كتكترو او لكتقلو على حساب الرغبة ديالكم وعلى حساب وش كتبغيهم يكونوا غالبين او يكونوا قلال غادي نوضع ان شاء الله جوج اكياس من الفانيليا لكن عندكم الفانيليا ديال العبر عملو مع علاقة هبة من الجبن هو استحسنت عمله جوج حبات انا مvere ممنين جي تنامي واقعت بقى حبة واحدة عملت حبة واحدة ومعلقة ديال الزبدة فالجبن ي risqueطى الضغوية الاجتكام لديكم الاختيال انا منان لقيت غير حبة ديال الجبن عملت حبّات ديال الجبن ومعلقة صغيرة ديال الزبدة كان عندكم الجبن عملو جوج فرماعجات من الثلاثين ما كان شünü متوفر عملوا جمعة لقديل الزبدة الرشيشة ديال الملحة وغادي نضيفه معلقة ديال الخميرة الفورية او الخميرة ديال الحبوب وعاد غادي نجمعه فانا كنت بديت نجمع ونسيت الخميرة ولدك شي يبليكم شوية ديال الماء وصفي غادي نجمعه بالماء الماء يكون دافئ في حالة كل جو سخون يعني مثلا الاخوات اللي يشوفوا هاد الفيديو كل جو عندكم بارد عملوا لما يكون درجة الحرارة ديالو شوية مرتفع كان بحل جو بحل حاليا الحرارة ما شاء الله اللي ما يكون دافئ يعني دفي وهي واحد شوية فقط صفي كم قنة ندير الماء بشوية بشوية وانا كان بلك العجينة كانت عندكم العجينة خدموا العجينة في العجينة تتهلوا على راسكم ما كانت شي عجنوا هاد العجينة مزيان او لا كتجمعوها شوية وتغطوها تكترتاح وكتعاودوا تدلكوها المجموع ديال الماء اللي رفدت لي العجينة بالضبط سبعمية وخمسين ما يعادي الخمسة ديال الكووس ديال العنبه كيف لاحظتم معي عجنت بالماء بوحديته كان جمعوا العجينة العجينة ما كتكونش قاسحة في نفس الوقت عوثاني ما كتكونش خفيفة كتكون مجموعة وما كتلسقش في اليد في الاخر في حالة مبغتشت تجمع لكم كتدهنو يدلكم بشوية ديال الزيت او بشوية ديال الزبدة وكتجمعوا العجينة ديالكم اخوات اللي يحسوا العجينة مد الكتله مشي مزيان يغطيوها واحد شوية هكذا بالسلوفان حتى هكا كترتاح واحد خمسة ديال الزبدة وكترجعوا تجمعها را كترجع العجينة غزانة غير بالنسبة لمبتدئات كنغطي العجينة ديالي بالسلوفان نغطيها بمنديل حتى كي يضاعف الحجم ديالها فاشتوفوا العجينة ديالكم ضاعف الحجم ديالها نزلوا منها الهواء فالمدة ديال الاختيمار لحسب الجو ولكن رغمك تاخد شي وقت طويل ميمنين تشوفوا العجينة الضاعف الحجم ديالها هدا كوى الاختيمار دوزوا خرجوا من الهواء بهالطريقة هادي يعني كتعاودوا تدلكوا العجينة ديالكم هاد العملية كتعطي واحد نتيجة غزالة في العاجين سواء ديال الخبز او ديال بريوش او ديال القرص ديال اي حاجة بالحق نصائح بساطين وكي يساعدوا في النتيجة ديال الحاجة دابا غادي نشكلوا العجين ديالنا بهالشكل داشتوا العجينة ديالكم كتلسق اما تسعدوا بالماء او بالزي قد دهنوا اليدين ديالكم كنشكل قريصات متوسطي ومبقي ان شاء الله غادي تقرصوا وغادي يزيدوا الحجم ديالهم يكبر والحجم دائما انتم ما كتتحكموا فيه يتصغروا يتصغروهم يتكبروهم على حسب الرغبة ديالكم عجينة اللي اعطيتكم قسمتها على 34 حبة ولكن ما شاء الله هيجي متوسطين ومن بعد كندوز من اول واحدة وكان بدا نقرصهم بهالشكل بيتوا تجيبوهم قد قد غادي تجيبوا واحد بيسيل او لا اي ايناق يكون هاكم دوار او لا ايطار وكتقرصوا فيه هاد القريصات اللي كان قرصوهم راكي يجيوا رائعين جدا وكتبدو من اول واحدة اللي كتكون ارتاحة باش كتتقرص ليكم بسهولة وبسرعة وماشاء الله هاد العجينة هادي زوينة بزاف انا كنقرصها وكلها فقاعة والعجينة دي القرص دائما ما كتكون شي قاسحة كتكون شوية خفيفة وما كتلتسقش باليد باش كي يجيوا القريصات زوينين من بعد مملأت الصينية الصينية ضروري اما تفرشوا فيها الورق او تدهنوها بالزيت او بالضقيق ووعد تحطو فيها باش داك البيض ما كي يلسقو لكم شي في الصينية اخوات لي مبغوش يديرو الايطار او الاطباسي كتبقو تقرصو بهات الشكل هذا غير كتضغطو كتحاولو تجيبو القياسات هما هادو كتقرصو على واحد الصينتين ومع الحجم ديالهم كي تضعف رغير كتضغطو عليهم كي يهبطو يعني كي تقرصو بسهولة فملأت الصينية الاولى والتانية وما شاء الله كي تضعف الحجم ديالهم را شوفوا المسافة اللي كنخليو هكذا كيتلسقو في الفرام بجيكم كل واحدة بوحدها زيدوا فرقو ديروا غير عشرة في الصينية في حالة كانوا الصينيات كبار او لكانوا صغار المهم فرقو كنغطيوهم كنخليوهم حتى كنشوف الحجم ديالهم الضعف وكنجيب البيضة وكنطربها بشكل جيد باش خلطت معها العسل معلقة كبيرة ديال العسل وبيها غدين دهن اخوات اللي يعني مايبغوش تفهد المرحلة هادي يديروا البيض قدروا الدهنو بالحليب مخلط مع شوية ديال قهوة سريعة الدوابان والعسل كتخليو الخالط شوية قاسح وكتدهنو به او اللف بلص الحليب كتديروا الماء مع شوية قهوة مع قهوة سريعة الدوابان او الكاكاو والعسل كتجيو الدهنة زوينة اه كما ممكن يعني تخليوهم بلمة الدهنو حتى كتخرجوهم كدهنو بالنباج او بالمربة وكتزينو وغير البيض كيعطي دهنو اللمعة وكيعطي دهنو الباريق في الوجهة ديالو غريسات انا زينت بعض الغريسات بالسكر فكنت مشاهيهم بالسكر كيدكروني بالطفولة والوليدات كلهم كيبغيهم بالسكر وانا فضلت نعمل السكر البني تقدروا تديروا السكر العادي الاخوات اللي يبغو غير هاكده واحدة رشيشة خفيفة وبعد الوحيدات زينتهم بالزنج للأبيض وبعد منهم بالزنج للأحمر العادي انتوما غديتشوفوا ان شاء الله شكلهم النهائي وباش مو بغيتو تزينو عندكم الاختيار حجم ديالهم بعد يعني ما تضعف وفش تدهنو دهنو غير بشوية غندخلوهم يطيبو فنطيبجو الصينيات هاكده مع بعضو ومن بعد نزيد صينيات اخرى بوحدها فعملتها كالصينيات اللي فيها 4 الوحيدة تلتاحد الصينيات الاخرى عملتها مع للوجه اللي تحمرت كنهبطها لتحت تحمر وكندخل الصينيات الاخرى غير هو فش نهبطها الصينيات هادي لتحت باش تحمر ما كننشتش الباب ديال الفران باش هدوك القريسات اللي الفوق كنكونوا عا تدخنهم ما كيضعفش الحجم ديالهم وننفتحو عليهم ورا كيهبطور القريس لاجينة ديالهم كتكون شوية خفيفة رطيبهم بحل بحل كيك يعني التاهو ما تحاولو ما تفتحوش عليهم الفران والنار تكون كيف لاحظتم معايا متوسطة اذا كان عندكم فران كهربائي وعملوا ميا وستين ميا وسبعين درجة شوفوا القريسات ديالي وخا فرقنا بيناتهم كي تضاعف الحجم ديالهم وكي تقاربوا من بعضيتهم ويمكن كي يجيوا غزلا وخفافين خفافين خفافين كتار ما كتصوروا كانتمنى ان شاء الله ما تردوش يتجربوا هاد القريسات اللي تقسمت معاكم فكي يجيوا ولا ارواع خفافين ويبقوا لكم حتى الاسبوع كيبقوا رطبين رطبين كيف كتشوفوا غير فقط جمعهم في علبة فرشوا فيها البلاستيك وجمعوا لهم البلاستيك وعاد شدوا الغطاية ديال العلبة كي يبقوا لكم زوينين وراطبين تفطروا بهم المدة اسبوع ركيبقوا في فنين كما ممكن تحتفظوا بهم في المجميد وفوقهم ما كتبغيوا كتجبدوا منهم هنقصب معاكم وحيدا تشوفوا كيف كتجي من داخل كي يجيب هاد الشكل هذا محمرين ما شاء الله خفافين وقطنيين كتار ما كتصوروا كتهزوهم في داكم ما كتحسوشي بالحجم ديالهم نهائيا تماما بحل عمل اللوم المحسن وصدقوني أحسن من ديال المخابيس بألف درجة والبنما نقول لكم شي كي يجيبنانين من السمين بالمدق ديال فاني والحبوب ودك الحبة ديال جمنا ركي تعطيهم واحد طراوة زوينة بزف ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وتردوا لي وتفرحوني بالردود ديالكم السكر اللي كنعملو كيعطيته هو يعني لابو تجزينو بيرا كيعطي واحد طبقة مقرمى شام الفوق زوينة بزاف واللي بسكر كيعجبو الأطفال كتار ما كتصوروا وكيعطي واحد الحلة واحدة يزوينة من الوجهة دياله قريصات أخواتي كنقربكم أكتر من النتيجة باشن شاء الله تجربوهم وتفرحوا وتفرحوا العائلة ديالكم كنتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية لكم لحبابكم لكل من عزيز وغالي على قلبكم شاء الله لي أفرسكم أستودعكم الله